معنا كذلك هنا في الستوديو الصحفي نايف الحرب أهلا بك أستاذ نايف معنا أهلا بكم وأنا حقيقة سعيد بالاستضافة بهذا اليوم الجميل وهذا المهرجان الحقيقة اللي توافد عليها الكثير من المواطنين نحن أسعد بداية ما دللت رعاية خادم الحرمين الشريفين لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الحالية نعم أولا خادم الحرمين الشريفين حريص حقيقة على تراث المملكة يمكن أننا دائما نرى ولله الحمد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصهم على ربط الأبناء والأجيال بإتراث أبائهم وأجدادهم لم تحرر أو لم توحد المملكة العربية السعودية إلا عن ظهور هذه الجمال الجمال كانت تشكل جانب اقتصادي كانت تشكل كذلك جانب حضاري وكذلك غذائي لها جوانب كثيرة في المملكة العربية السعودية يمكن عدد الجمال يصل تقريبا مليون ومئتين ألف موجودة في المملكة العربية السعودية هذه الجمال كانت لها في الزمن الماضي ولا زالت لها سلالات نادرة لها اهتمام لذلك هذا المهرجان جاء متغير عن المهرجانات السابقة يمكننا لحظنا أن الصورة النمطية السابقة تغيرت الآن الناس الكل يعني الأسر يمكن زار المهرجان لا يقل تقريبا عن أربعمائة ألف يعني ما بين فرد وما بين إسراء زاروا المهرجان فنرى حكومة خادم الحرمين الشريفين ونرى على رأسهم خادم الحرمين الشريفين ويرعى هذا المهرجان وهذا المحفل الكبير وهذه السياحة الحقيقة الصحراوية التي أعادت يعني أعادت الناس للإبل الإبل التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن والتي لها تاريخ طويل في المملكة العربية السعودية هناك جوانب حقيقة لو ذكرناها هناك دلالات اقتصادية هناك ثقافية هناك سياسية هناك اجتماعية كل هذه يعني تجدنا والله الحمد نرى هذه الرعاية التي تأتي حقيقة في إطار اهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين ودعمه للبرامج التراثية وربط المواطنين حقيقة بتاريخ بلادهم وتاريخ أجدادهم كذلك المنطقة ترى الدهنة يمكن قبل قليل أنا أسمع قلمة الدهنة لها تاريخ الدهنة وموقع المنطقة كذلك الصياهد الموجودة كل هذه لها تاريخ في المملكة العربية السعودية كانت ميزانية المملكة العربية السعودية يعني كانت تقوم على الإبل كانت تقوم على الماشية كانت تقوم على نرعام بشكل عام ما كان هناك بترول ما كان هناك ثروة بما هو موجود اليوم والله الحمد يعني الأرض أصبحت ولله الحمد يعني بعد ما يعني اكتشف البترول لكن ببقى الإبل وتبقى الاهتمام بالإبل المبيعات في الإبل يمكن وصلت يمكن أكثر من تقريبا مليون ومئتين ألف يمكن أرقام كثيرة يمكن بعضها مسجلة وغير ما لكن هذه الإبل الإبل لها قيمة هناك على فكرة جوائز البعض يستغرب يعني يقول والله جوائزها عالية من اهتمامنا في الإبل يمكن الجائزة الأولى تصل إلى عشرة ملايين تقريبا الجائزة الثانية 800 ألف والجائزة الثانية 700 ألف هناك جوائز للشعر هناك جوائز للشيلات هناك برامج على فكرة حتى كان هناك برنامج يمكن يسمونه حويل هذا برنامج يخص الأطفال ربط الطفل وربط الشاب وربط الإسرة وربط الأفراد المجتمع في الإبل أعتقد لأول مرة يقام على مستوى المملكة العربية السعودية بهذه الصورة بهذه الطريقة وكذلك اهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين بالإبل واليوم نجد عدد من أمراء ورؤساء دول مجلس التعاون أيضا نحضروا هذا المهرجان وهذا المحفل كذلك عندما ننظر كذلك إلى نقطة المملكة ترىها يمكن تعتبر هي الثاني أو الثالث على امتلاك الإبل على مستوى العالم العربي أعتقد الأولى الصومال ثم يليها السودان ثم المملكة العربية السعودية وكانت إرقامها متأخرة كانت الرابعة والخامسة المملكة والآن تقدمت المملكة في سبيل حقيقة الاهتمام بالإبل الاهتمام بسلالته كذلك يمكننا لاحظنا الثاني الاستقناع عن ما يسمى بالوسم كانوا الناس أول ياسمون إبلهم على حسب مناطقهم على حسب قبائلهم وعوائلهم الآن أصبح هناك شريحة ممكن وضعها في الإبل معرفتها متابعتها الشريحة هذه تعيش سنوات داخل الإبل يعني بعد ما يتم تركيبها أو تم في الإبل لذلك فيه الاهتمام ليس جانب صحي اهتمام في تربيتها اهتمام في تغذيتها هناك جوائز وتساعد عليها والأهم من ذلك كذلك يمكن حتى لاحظنا حتى بالجانب الصحي كان هناك منع الإبل التي أعمارها أقل من سنتين لأنه قد لا سمح الله أنها تنقل الأمراض وإلى غيرها لذلك لو قسمنا عدد المشاركين أو عدد تقريبا خمسين ألف من الإبل شاركت في المهرجات تقريبا عشرين ألف كانت هذه الهدف منها مثلا البيع والشراء والمسابقات والتدريب حتى كان هناك مجال للتمرين على أو التدريب على ركوب الإبل ويعني يمكن جيالنا يحتاجون احنا ستين في المئة من مجتمعنا شاب مثل هذه المهرجات فتحهم حقيقة مجال أنهم يروحون ويشوفون ويشاهدون ويشاهدون كيف كانوا جدادهم يوحدون المملكة العربية السعودية التي تعتبر قارة يوحدونها على ظهور الجمال من شرقها إلى غربها إلى جنوبها حتى إلى عام 1351 التي بعدها أعلنت توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملكة عبدالعزيز وعلى يد مواطنين المملكة العربية السعودية الذين يهتمون حقيقة في الإبل وبتاريخها كذلك عندما ننظر حقيقة إلى جوانب اقتصادها أخرى في المهرجات ما مدى نعكاس هذا المهرجان على تعزيز قطاع السياحة والطرث في المملكة بكل تأكيد ما رصد أكثر من 138 مليون للمهرجان يعتبر مهرجان اقتصادي الصحراء فيها نسمع دائما عن اقتصاد مثلا البحري اقتصاد سياحي لكن عندك صحراء المملكة تقريبا نسبة كبيرة من المملكة العربية تعتبر صحراء الدهنة ومنطقتها كلها منطقة صحروية في السابق كانوا الناس يخيمون ما يسمى في الربيع الآن أصبح عندنا مهرجانات ربيعية عندنا مهرجانات للإبل عندنا مهرجانات في جميع مناطق المملكة المملكة على فكرة يوجد فيها أكثر من 10 ألاف موقع أثري في المملكة العربية السعودية وكل هذا تهتم في المملكة والإبل تعتبر من تراثنا ومن إرثنا ومن حقيقة من الأشياء اللي يجب أن نهتم فيها ونهتم بسلالتها ونهتم بتربيتها وكذلك نبعد عن الصور السابقة كانت الإبل في السابق يمكن كان الحليب وما غيرك لكن الإبل الآن تحولت إلى تجارة قيمة الإبل الآن تفوق حقيقة عدد من مثلا المشاريع التجارية إذن هي رافض اقتصادي كذلك لها جوانب اجتماعية لها جوانب سياسية ثقافية معرفية كل هذه تجعلنا ولذلك أن نربط الأجيال حقيقة وهذا هو الأهم أن نربط أجيالنا ونربط أبناء ونربطهم في الإبل وهميتها لأن حتى عنوانها وشعارها يمكن الإبل حضارة يعني ما كنا يعني كان الشعار هذا لحالة يكفي يعني لو تحدثنا عنها حضارة بالفعل أن الإبل حضارة ولها أهمية في المملكة العربية السعودية ولها اهتمام ولها كذلك حتى هناك دعم لمربي الإبل ومهتمي بالإبل وأيضا أن تقام مثل هذه المسابقات المحلية التي حتى شارك فيها بعض دول مجلس التعاون يمكن أن نسمعنا عن المهرجانات بدول كثيرة ومن ضمنها دول الخليج لكن أعتقد أن المهرجان هذا أتى مغاير أول شيء باسمه هو يعني يعتبر المهرجان يعني برعاية خادم الحرمين الشريفين وباسمه الجديد اللي هو المهرجان الملك عبدالعزيز للإبل طبعا تحته بفعاليات كثيرة أكثر أعتقد من 18 فعالية هناك الإسر المنتجة هناك شارع يمكن طوله 3 كيلو الشارع هذا كل متجر يعني متاجر يتم بيع المقتنيات بيع كل ما يتعلق في الإبل أن يتتعرف الإسر على ما يتعلق بالإبل واهتماماتها تمرينة أو تدريب الشباب على ركوب الإبل وغيرها لكن الأهم من ذلك دائما أن تكون بفعل أن نحولها إلى صنعة أن نحولها إلى تجارة أن نحولها إلى ثقافة أن تكون بفعلا أن هذه المهرجانات أن نبعد عنها الصورة أو النمطية السابقة الصورة التي كانت تعطينا عن أن هذه كما يقال أنها أماكن فقط تجمعات وما فيها أي مردود سواء اقتصادي واجتماعي وثقافي لا اليوم الإبل أصبحت حضارة وأصبحت لها كيان وأصبح لها مهرجان زي ما نحتم في الرياضة مثلا رياضات الأخرى الخيل وغيرها اليوم عندنا اهتمام في الإبل وليس في اليوم لكننا يمكن الآن يعني تطوير حقيقة المهرجان ووضع بهذه الصورة وزيارة المواطنين له ووضع مكان مناسب وكذلك أن تكون هناك مدينة متكاملة اللي زار المهرجان يعني مدينة انشأت خلال فترة بسيطة انشأوا مدينة متكاملة للاهتمام والعناية والرعاية بالإبل وتقسيمها وكذلك الاهتمام بها في الجانب الإعلامي في الجانب كذلك الثقافي زيارتها زارها عدد من الدبلوماسيين زارها عدد من المثقفين يعني على مستوى المملكة عرب السعودية وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى الدول العربية كذلك اهتمام خادم الحرمين الشريفين في هذا المهرجان وكذلك يعني يمكن الإبل لها في الحقبة السابقة يعني وجدنا اهتمام حقيقي وخاصة تاريخ الجزيرة العربية كان يهتم بالإبل اهتمام كبير جدا فاليوم نجد اهتمام الملك الله وحفظه اهتم في هذا الجانب وكذلك شجع وعقيقة ساهم حديث والمواطنين أيضا لهم ساهمة في هذا الجانب كيف أن نرى هذا المهرجان اليوم ونرى اسمه ونرى اهتمامه وسائل الإعلام حتى العالمية تحدثت عنه وكتبت عن هذا المهرجان واشادت حقيقة ببرامجه واشادت صراحة بما عمل له ومن أجله لأنه بالفعل يضيف لنا لما يضيف لأبنائنا ويضيف لمجتمعنا ويضيف لإقتصادنا لا بدنا من كل حاجة نخرج منها رؤية المملكة 20-30 هي رؤية اقتصادية والاهتمام بالإبل هي رؤية اقتصادية أنا أشكرك نعم فأعتقد إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله وهذا الحفل نعملنا اليوم من الحفل الختامي لكن إن شاء الله حتى العوام القادمة سنرى أشياء أكثر وأجمل وأفضل بإذن الله الكاتب الصحفي نايف الحربي أشكرك جزيلا شكر كنت معي هنا في الاستوديو شكرا لكم